أفاد ناشطون باستشهاد عشرة مدنيين بينهم خمسة أطفال وإصابة آخرين بقصف جوي لطائرات التحالف على قرية النواجة شرقي مدينة منبج بريف حلب الشرقي في حين اعترف التحالف الدولي بمقتل عشرات المدنيين في قرية التخار بريف المدينة إثر قصف شنه على المدينة منذ أيام مشيرا إلى أن التحقيق ما زال جاريا في هذه الضربات من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن تنظيم الدولة لم يرد حتى الآن على عرض بسحب مقاتله من منبج وأن اشتباكات اندلعت بين الطرفين قبل انتهاء مهلة المبادرة وللحديث أكثر عزيزي المشاهدين عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تركيا عبد المنعم العبد رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس أمناء الثورة لمدينة منبج أهلا بك سيد عبد المنعم بداية ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن قصف قرية النواجة بريف منبج اليوم أهلا وسهلا بالنسبة لقرية النواجة سيد الكريم مساء كان قصف جوي من قبل طيران تحالف للطرف الغربي لحي القرية وهو حي المغمورين اسمه بقومبين قوسين القملق هذا الحي حاليا يسيطر عليه قوات داعش والطرف الشرقي تسيطر عليه قصد راح ضحية القصف عشرين شهيد ذكرنا منهم عشر شهداء تم دفنهم هذا ما وصلنا حاليا وهناك أكثر من خمسة عشر جريح بهذه القصف طيب سيد عبد المنعم ما هو تعليقك على اعتراف التحالف بمقتل عشرات المدنيين في التخار بقصف شنته الطائرات منذ أيام وفي نفس اليوم أيضا يرتكب مجزرة في منطقة أخرى من المدينة سيد الكريم قوات التحالف الدولي تنهج نهج غريب جدا وعجيب بالنسبة لمدينة ثمانبيج لم تتصرف بشكل إنساني كما تصرفت بعين العرب عندما قامت بتحريرها من داعش وذلك هذا التحليل نحلله أن الموضوع ذاهب إلى تقسيم مدينة منبيج أو بالأحرى تقسيم الشمال السوري للكيان الكردي طيب سيد عبد المنعم المهلة التي أعطيت لتنظيم الدولة للانسحاب من منبيج انتهت برأيك إلى أين تتجه الأوضاع في المدينة؟ بالنسبة للأوضاع السائسية جدا حاليا بالنسبة للمدنيين إلا أن تنظيم داعش لم يوافق على المهلة المحددة له من قبل قوات قسد لأن التحالف لم يعطيه طريق حاليا للنفاذ من الطرف الشمالي أو الطرف الجنوبي الذي يسيطر عليه داعش بجرابلوس ومسكنة وخارسة شكرا جزيلا لك أنت معنا نعم استاذ عبد المنعم هل هناك أي شيء؟ هناك خبر اليوم جاءنا صباحا بأحد الأحياء الجنوبية قام تنظيم داعش بإخلاء عدة منازل من المدينين جانب الفرن الآلي ذهبوا باتجاه قوات قسد طبعا كان النداء لهم بالخروج حتى لا يكون هناك أضرار ذهبوا باتجاه الحي الذي مسيطر عليه قسد حاليا فراح ضحية هذا الخروج بمفخخة جانب دوار الدلة وكان ضحية المدنيين كان ثلاث شبان وطفلة وأكثر من عشرة جرحاء بينهم امرأتان أشكرك جزيلا شكرا كنت معنا من تركيا رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس يومناء الثورة في مدينة منبيج عبد المنعم العبد شكرا لك أستاذ شكرا لك شكرا لك